يجب التفكير بإعادة صياغة النظام السياسي في العراق بما يمنع إعادة إنتاج داعش مرة أخرى وبالتالي يجب التفكير بإعادة هيكلة النظام السياسي إعادة بناء مؤسسات الدولة بما يضمن عدم عودة تنظيم داعش لأنه دائما كنت أقول أن تنظيم داعش هو نتاج نتاج لأزمة سياسية جوهرية داخل العراق وبالتالي من دون معالجة هذه الأزمة الجوهرية لا إمكانية لهزيمة داعش هزيمة نهائية نعم يمكن طرد من المدن كما يحدث الآن ممكن إبعادة عن المدن الرئيسية لكننا لن نستطيع هزيمة داعش في ظل المعادلة القائمة اليوم وكل دائما أقول أنه حتى إن انتصرنا عسكريا على داعش واستطعنا طرد من المدن فخلال سنة أو سنتين نحن سنكون أما موجة جديدة من التنظيمات وكنت أتحدث دائما عن ما أسميه جيل الثالث من القاعدة الذي سيظهر ما بعد داعش ولهذا أنا كنت دائما أقول أنه داعش هو نتاج لأزمة سياسية ومن دون معالجة هذه الأزمة السياسية لا إمكانية لهزيمة التطرف بشكل عام الذي ينتج داعش وأخواتها ترجمة نانسي قنقر